في إطار حرص الدولة على تخفيف العبء عن المرضى خاصة غير القادرين أعلنت وزارة الصحة إصدار مليون وثمانمائة واربعة عشر ألف وخمسمائة وخمسة وتسعين قرار علاج على نفقات الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري وأوضحت الوزارة أن عدد المستفدين من قرارات العلاج على نفقات الدولة في هذه الفترة بلغ مليون وخمسمائة وأحد عشر ألف وتسعمائة وتسعة وسبعين مواطنة بتكلفة إجمالية بلغت تسعة مليارات وأربعمائة واثنين وستين مليون وأربعة ألاف ومئة وثلاثة وثمانين جنيها مشيرة إلى أن قرارات العلاج الصادرة شملت تخصصات أمراض الدم والأورام والأنف والأذن والقراحة والنساء والعيون بالأضافة إلى العظام والمسالك والبطنة وأيضا الأمراض الجلدية والعصبية